خلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر كثير من التحديات والعديد من الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية وأحد أهم هذه التحديات والملفات الهامة توفير الأمن الغذائي لكل مواطن مصري على أرض مصر في ظل التحديات والظروف العالمية التي تواجه العالم كل وليس مصر فقط وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من مصانع الخدمة الوطنية بمدينة السادات للصناعات الغذائية وهو يعتبر خطوة هامة من أجل الانتقال إلى التصدير وتقليل الفاتورة الاسترادية خاصة في ظل الظروف الصعبة اقتصاديا والتي يمر بها مختلف دول العالم وحرس الرئيس السيسي خلال حديثه على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بتوفير السلع الأساسية وأيضا التغذية المدرسية ليؤكد أن كل السلع متوفرة وبكثرة فضلا عن تأكيده المستمر على أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل تخفيف كافة الأعباء الملقاة على عاطق المواطنين وقد سهمت مصانع الخدمة الوطنية للمواد الغذائية في تأمين منظومة التغذية المدرسية وأيضا توفير فرص عمل للشباب وتنتج شركة الخدمة الوطنية للصناعات الغذائية حوالي 500 ألف طن سنويا من المنتجات الغذائية وتصدر لنحو 13 دولة عربية هذه الشركة هي تابعة لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية لتقوم بإنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية الغذائية للمدارس ولطلاب المدارس في المراحل الدراسية المختلفة وحققت أعلى معدل توزيع وجبات للتغذية المدرسية على مستوى العلم بيشرفنا في استوديو دكتور لمعي موسى الأمين العام لنقابة السيادلة بالدقالية هنتكلم عن هذا الملف الأمن الغذائي وما يمكن أن يكون متعلق بهذا الملف لصحة المواطن المصري أهلا بك يا فانتم عيني أهلا بك سهلا بك في البداية عايزين نوضح أهمية أن يكون المواطن بصفة عامة لديه وعي ودراية بالتغذية السليمة لنفسه أولا ولأفراد أسرته ولأطفاله خصوصا في مرحلة الدراسة هل المواطن المصري بالفعل لديه هذا الوعي؟ والله بأداية أن أشكر حضرتك الأول على تحت الفرصة للمسؤولة على القناة بتاعت حضرتك النقطة التانية والمهمة طبعا موضوع التغذية السليمة ده موضوع كبير أوي موضوع مهم أوي أن احنا نلقي الضوء عليه لأسباب كتيرة أن احنا فيه ناس كتير جدا ممكن تكون بتأكل كويس ككم ولكن كنوع الموضوع بيختلف الميكس النهاردة ده بيختلف يعني في ناس متخيلة أنه الطفل بيجيبه بيأكل كويس وبيشبعه كل حاجة إنما هل الوجبة دي بلانس الديت؟ هل دي وجبة متكملة؟ بالضبط هو مهتم بالكم وليس بالكم وليس وليس كيف يبقى مش كويس على فكرة بالضبط ممكن من أن يخش في موضوع تاني موضوع زيادة في الوزن وكده إنما النهاردة هو المهم جدا النهاردة أن كل الأم هات بالذات لازم يكونوا أخدين منهم النقطة خصوصا مع الأطفال أن هي بتدي نوع من الوجبات المتنوع اللي فيها يعني فيها الخضار فيها الفكهة فيها البروتين فيها الدهون فيها نسبة نشويات معينة بحيث أن الطفل النهاردة اللي هو العنصر الرئيسي عندها في البيت اللي هي عايزة تشترى ليه عشان معامل النموة بتاعه يبقى أفضل إن الوجبة بتاعته تكون متكملة إلى حد ما طبعا ممكن يكون فيه أمور تانية تتعمل نوع من الحد من أنها توصل اللي هي عايزة الأم المصرية أحيانا يبقى ممكن يبقى أمر اقتصادي بالنسبة لها وأحيانا يبقى نتيجة عدم وعي وده اللي دور الإعلام ودور الميديا ودور حاجتها إنها توجه إن الموضوع ليس كما بل نوعا بالنسبة للموضوع الوجبات بالذات وطبعا مش بس الأطفال يعني إحنا فيه فترات معانا يمكن نسبة كبيرة من بناتنا الأيام دي برضو بنحس إن هم بيهتموا شوية بالفاستفود بره وحاجات زي كده وطبعا دي لها مشاكلها سواء في الأوفر ويت أو لها مشاكل أخرى إن هنا برضو الناس ما بتاخدش ما يناسبها من الفيتامينز والمينرالز المهمة جدا تمام للتكوين بتاع الجسم بتاعهم وبيبدأوا يعانوا من حاجات تانية بعد كده ويمكن ده سبب كمان خلى يمكن كتير من الشركات بدأت تفكر إنها تعود النقص ده في المكملات الغذائية عشان تعود النقص اللي بيحصل عند المواطن العادي في الوجبة بتاعته من فيتامينات وخلافه يعني ومعادل وحاجات زي كده تمام هي دي الفكرة إنما أعتقد إن هذا الأمر محتاج توعية كبيرة للبيت المصري أو الأم المصرية تحديدا والاهتمام بالكيف وليس الكم أكثر هو طبعا لو هنتكلم عن العوامل أو الأسباب الأساسية اللي بتجعل الأسرة أو الأم لا يعني توفي القدر ده تقدرش توفي هذا القدر أو توفره لأولادها حاليا العامل هو اقتصادي ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله مزبوط هي ظاهرة عالمية ولكن نقدر نقول أيضا إنه هذا العامل الاقتصادي أصبح يؤثر سلبا على توفير المواد الغذائية الأساسية أيضا نتيجة موروث ثقافي فأصبح المشكلة عند الناس إن إحنا مش قادرين نوفر احتياجاتنا اللي إحنا توارثنا على إنها اللازم تكون موجودة يعني مين قال إنه لازم 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 يكون يوميا على صفرة الغدى حل ترز يعني ليه أو عشر أرغيفة عيش يعني قادر النشويات عند المصريين مكموا نسبته أعتقد مش مناسبة بالزبط لأن المفروض يتبع فيه غذائيا وبالتالي المنظومة الاقتصادية مش مش مزبوطة تمام أنا عايز أقول حديث حاجة أنا ممكن في بداية الكلام قلت إن الموضوع فيه نسبة توعية كبيرة محتاجينها فيه زي ما حضرتك قلت فيه موروث بعض الموروثات الخاطئة موجودة فيه طريقة الأكل وطريقة الكلام حتى في البداية خلص الطفل من حتى قبل الفطام وقبل كم ده بيبدأ كتير من الأمهات يدي له حاجات لسه الطفل ما كونش حتى الإنزيمات الهاضمة ليه وبتسبب إن الطفل ده يتعب ويبدأ يروح لده كترة ويحصل مشاكل ويحصل مشاكل الموضوع مش بالكم مش موضوع إن ابني النهار ده ما شاء الله باربعة كيلو وخمسة كيلو أبدا المهم هو فت ولا لأ هو منعته كويسة ولا لأ تمام فيه نوع من التدرج موجود يعني فيه حتى في الألبان فيه تحت الست شهور فيه نوع لبن معين بفيتامينات معينة بمنرس وعين بعد الست شهور بيبدأ نوع تاني من اللبن بتبدأ تزيد العملية شوية تمام بعد سنة بنبدأ الزمل الأطباء بيقولوا نبدأ نطعم حاجاتها وحاجاتها إنما مش موضوع إن احنا ندي أي حاجة وخلاص الموضوع التاني احنا عمتا هنا في مصر موضوع النشويات عندنا فيه ميس يوزلي أو فيه سوء استخدام بالدرجة بالضبط وبالتالي فيه إجهاد لميزانية الدولة وميزانية الأسرة لتوفير هذه السلعة أنا موضوع أحكي ده قد يكون أحد العوامل هو التوعية في النقطة دي تمام إنما البعض أحيانا ممكن تبع عنده مشكلة إنه مش قادر يوفر مثلا نوع البروتين الغالي فبيحاول يكمل بحاجة تانية إنما الموضوع الحل مش إن أنا أدي نشويات كتير مش إن أنا أكل خمس ترغفة أو إن أنا أكل طبق روز كامل أو كده ممكن طبق صالة مش قصة برضو إنه أوفر بروتين غالي أما للناس النباتيين عايشين إزاي ده فيه أشخاص نباتيين تماما لا بيأكلوا أسماك ولا بيض ولا لحوم وعايشين لأنه يمكن ممكن يعني فيه متابعة طبعا مثلا من أساد زي التغذية أو فيه سبليمينتز ده محرك بتتكلم ولكن أصدي أقول لحضرتك إنه مش بالضرورة إنه هذا النوع الغالي جدا هو اللي يوفر لي احتياجاتي من البروتينيات مثلا بالتأكيد فيه بدائل التأكيد البروتينيات عمتا فيه فرييشن كبير فيها بتبدأ من البيض واللحوم والفراخ والأسماك والكلام ده كلهم على حسب طقته إنما حضرتك ذكرتي الفيجيتاريون أو النباتين دول نسبتهم كام طب ونسبة التوعية عندهم كام مقرنة بعموم الناس يعني دول ناس معينة كلاس معين وعنده ثقافة معينة وصل إنه هو بيقدر يعمل كنترول إنما ده ما أقدرش أعممه على الكل إحنا اللي همينا مع الكل إنه هو لأ أنا قصدي مش إنه إحنا نحول الشعب إلى فيجيتاريون أو نباتين أنا بتكلم إنه في ظل عدم موجود هذا النوع أقدر أعيش بصحة كويسة بأنواع أخرى بروتينات نباتية أنا عايز أقول لحديت حاجة إن المرأة المصرية ربنا يباريك فيها يعني أكتر ست مدبرة في العام بتحاول تكتهت قدر الإمكان وقدر إمكانات زوجها وبيتها إنها تتماشى مع الأمور يعني أمهاتنا وأخواتنا كلهم اللي موجودين شطار أو في الحد تدير وبيحاولوا بقدر الإمكان يعالجوا هذا الأمر مش لازم يبقى بروتيين معين فيه تنوع ده أنا أقصد أقول فيه بداء له فيه تنوع بس أنا أقصد النهاردة إن أنا النهاردة في الوكلة بتاع ممكن أن أخذ تبقى سلطة كويس فيه فيتامينات وفيه من الوكلة بزداد مش يكلفني كتير فيه فاكهة نوع فاكهة كويس ممكن يكلفني كتير إنما الروتيين ممكن أخذه من كذا مصدر إنما نقصه دي بتعتمد بقى على التوعية ومدى الفهم عند مديرة البيت أو الست اللي بتقود البيت في هذا الأمر تمام؟ فهي عايزة بردو نوع من الوعية بزداد وعايزة كمان نوع من من اليقين بقى والاقتناع بإنه موضوع إنه الأم أو الأب أو المواطن المصري يعني يقرر إنه ينجب بالأربعة وبالخمسة وبالستة بلا رابط وبلا زابط وبلا حدود ده أزمة أساسية أزمة أساسية في حياة الشعب المصري فمش هنلقي باللوم على نظام اقتصادي أو تغير اقتصادي طب خلينا نتكلم ده مثلا يعني بعد الشر على مصر لو في دول لا تعاني من حروب ولا تعاني من أزمات اقتصادية ولكن في دول تعاني مثلا من جفاف في الأمطار عندها مشكلة في المناخ عندها نوع من أنوار الحيوانات بينقرض أو تفش فيه مرض فمش هنأكل السنة دي مثلا لحوم حمراء لأن فيه مرض فيه أصدي أقول عليك أسباب أخرى كونية ممكن تقلل عندك نوع معين أنت لما يبقى عندك أسرة محدودة وصغيرة وقادرة على رعايتها هتقدر تتماشى وتتكيف مع أي ظروف بلا معاناية يعني ده اللي أنا يعني بحاول أقول أنه يمكن يكون برضو سبب رئيسي أو أساسي فيه مشكلة توفير الغذاء عند المواطن المصر أحد الأسباب والنهارده يمكن موضوع تنظيم أفراد الأسرة أو تنظيم الإنجاب بوجه نعام أنا هكمل محارتك النقطة دي أكيد عشان كده أنا فتحتها في الكلام لأنها أكيد مرتبطة بالعنصر الاقتصادي للأسرة المصرية هنتوقف ونخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا حقيقة فتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من منتجات سيلو فودز في مصنع مدينة السادات بتمثل مرحلة جديدة من أجل إضافة منتجات جديدة للسوق المصري ده بيجي في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وخاصة بالنسبة للأطفال أطفال المدارس المصنع بيوفر وجبات مدرسية لأطفال المدارس والتلاميذ بتكون واجبة صحية آمنة بحيث أن احنا نأمن على أطفالنا في المدارس وأيضا بتوفر تغذية بحيث تغذية سليمة وصحية لأطفالنا الموجودين في المدارس هذا مهم جدا أن يعكس اهتمام وحرص الرئيس على الأمن الغذائي خاصة إذا كان موجها إلى أبنائنا الطلاب والتلاميذ حيث أن هذه المصانع افتتح منها المرحلة الأولى قبل نحو عام وها هي المرة الثانية ينفق ست مصانع جديدة تقدم تجربة جديدة للأمن الغذائي وتصنيعه في مصر وأيضا الدور المهم للجودة العالمية وإنتاج منتجات مصرية بمواصفات عالمية كما جاء في التقارير حول هذه المصانع رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازل معنا ومعكم دكتور لامعي موسى الأمين العام لنقابة الصيادلة بالدقاه لأنا بك فانه معنا مرة تانية كنا بنتكلم قبل الفاصل عن جهود الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات المتنوعة لتكون يعني متوفرة وفي متناول أيدي المواطن المصري كنا بنتكلم عن الوعي لدى المواطن المصري فيما يخص نوعية الغذاء اللي يجب أن يتوفر لديه ولدى أسرته حالك كنت بتتكلم عن أزمة أو تحدي كبير أمام الدولة وهو الزيادة السكانية اللي دايما بتكون عقبة أو عائق أو مشكلة لدى أي أسرة حتى لو لم يكن هناك أزمة عالمية ولدى صنع القرار دي بالزبط هي طبعا يعني الأزمة السكانية يمكن موضوع قتلة بحسن في مصر ومن زمان مشكلة مزمنة عندنا نتيجة أسباب كتير عدة موجودة تمام بس إحنا في وقت دلوقتي يمكن من زمان لازم كل رب أسرة وربة أسرة النهاردة تحسب حسابتها بمنتهى الدقة بمنتهى منتهى الدقة لأن المتغيرات بقت سريع جدا الغلاء بقى موجود عشان توفر لابنها أو لابنتها النهاردة قدر بسيط من الوجبة يعني نقول المتكملة أصبح بالنسبة لهم ده شيء مكلف فما بالك النهاردة لو خمس ستة أطفال والحاجة بمدارسهم بمشاكلهم بقصصهم طبعا عيبء كبير جدا فطبعا ده موضوع لازم الكل يقف كده نقطة نظام كل أسرة النهاردة ممثلة في الأب والأم عشان القرار ده قرار مهم أنا لازم أمشي تمام ده موضوع مهم جدا 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 إزاي هقدر وفعله لهم بينسوا لا يكلفوا الله نفسا إلا وسعه وبيفتكروا دايما أن يعني هو العيل بيجي برزقه وفيه مورسات آه يعني موضوع الرزق إحنا مش مانا ختالفين فيه بس انت هتعيش إزاي ما انت هتعين انت هتعين هو الرزق ربنا وفره لكل الناس حتى بكل باختلاف طواقفهم باختلاف عقائدهم الرزق موجود لكن العقل اللي ربنا دا للإنسان التوكل وليس التوكل انت لازم تكون عندك إمكانية تسعى لرزقك حتة السعي للرزق ده فيه رزق بييجي وأنا متواجده وفيه رزق لازم أسعيله أنا إمكاناتي إيه بقى عشان أسعيله بزبط أنا هدخل إيه هعيش إزاي تمام فهي دي بس النقطة اللي محتاجة نوع من التوعية تمام وطبع الموضوع ده من زمان الدولة والجهاز الإعلامي بيتكلم فيه والإمكانات مش فقط مادية عشان ينكلم في رزق فيه إمكانات صحية فيه صحة الأم اللي ما ينفعش تخلف الطريقة يعني النهاردة يعني النهاردة احنا بنشوف أمهات مستنزفة بالزبط مستنزفة فعلا يعني يعني مجرد مع الطفل الأولين والتاني والله في الطفل الأولين النهاردة كتير من بناتنا الواحد بيعاني إن هم يأكلوا حتى يعني النهاردة بقى التفكير حتى نوعية الأكلة مختلفة جدا تمام فالدنيا مختلفة فهي حتة التوعية في غاية الأهمية حتة إن كل واحد يتدبر أمره اقتصاديا عشان يقدر يمشي بمعدلاتي عشان يقدر يستمر وده شيء ليه أعقلها وتوكل ده ده الأمر البديهي يعني ولو اتكلمنا عن يعني هذه المشروعات الدولة بتتبناها والمشروع والمرحلة التانية اللي تم افتتاحها لمصانع الخدمة الوطنية واللي افتتاحها الرئيس عبد فتاح السيسي والتبيع لجهاز المشروعات مشروعات الخدمة الوطنية أهم أهداف هذا المشروع وإيه اللي ممكن نشوف من هذه النتائج على أرض الواقع من هذا المشروع حاليا يعني طبعا بلا شك هذه النوعية من المشروعات هي ما سحتاجينها وما سحتاجينها تتكرر بشدة في مصر في الفترة الجاي الكونسيبت أو التفكير بتاعنا الفترة الجاية لازم يتبني مش بس عشان أوفر أمن غذائي للناس وفقط لأ أنا أصبحت كمان مطالب إن أنا أفكر بطريقة إن أنا أضمن اكتفاء وإن أنا أصدر عشان أجيب دخل من العملة الصعبة للبلد تمام وفي نفس الوقت وأنا بصنع أنا بفتح فرص عمل لكتير من شبابنا تمام فالنهار دا الأهداف ما عادتش هدف بس مجرد إن أنا عايز أكتفي ذاتيا أو غذائيا أو في أي في أي آيتم معين لا ده أصبح إن أنا كمان محتاج إن أنا أفكر إزاي أأمن نفسي إن أنا ممكن أصدر طالما أنا قدامي أسواق ممكن أفتحها أنا هنا في مصر موقعي يسمح لي بدوت تمام وطالما نجحت في آيتم معين أو في مجال معين ليه لا إن أنا أوصل إن أنا أدخل للبلد دخل أكتر من قيمة مضافة قيمة مضافة بلس إن أنا بعمل اكتفاء ذاتي خصوصا الحمد لله ربنا يمكن قرمنا في مصر إن في مواد خام وفي مواد قويسة جدا في قوة بشرية قويسة جدا في عيدة عاملة مش غالية تمام تمام كل اللي ينقصنا إن تبقى منظومة منظومة موجودة صح فيها سبات تشريعي وضريبي في أدفايس ونصيحة بتيجي من قولي الأمر الملكان ده عاوزين نفتح في الدولة دي عاوزين نفتح في الدولة دي ممكن تعمل دعم للمشاريع الصغيرة لأن الناس كتير بتفكر في الموضوع ده موضوع إن يبقى فيه نوع من التخصص كل هيئة لها تخصصها ولها وضعها تمام فيش تشاب الهدف إن أنا مش بس إن أنا أكتفي ذاتي هنا النهاردة نحن نهاردة فيه مشروع قويس قوي يتعمل اللي عملوا اللي فاتت من غلاء أسعرها وغلاء الأعلاف وخلافه تمام فالتفكير النهاردة أصبح لعلاج جزور المشاكل فيه سباء الدولة فيه سباء مع الزمن الحقيقة والخطة اللي الدولة أو أي متخصص في الاقتصاد ممكن إن هو يبدأ يدرسها النهاردة بعد شهرين بتتغير معلمها هتتغير معلمها هتتغير هو بيشتغل بتتغير بالزبط هو بيحط البلان بتاعها عشان بس الأزمة دي مش حلها ينفع يكون كذا هي الأزمة دي مش حلها يا حبيبي إنت لسه بتفكر في الحل فيه متين زادوا ألف بني أدم زادوا وإنت لسه بتفكر في الحل 20000 زادوا مثلا ملعبالها لكية الفكرة إن أنا هصاني على القرار لابد إن يجري بس بيلهس يعني هو بيلهس عشان يواكب إن يسد الاحتياجات وفي نفس الوقت بكرة جاي بالنمو بتاعه بالزيادة اللي حصلت بالزبط فالموضوع متشابك محتاج عدة اتجاهات محتاج كنترول وتنظيم أسرة محتاج خلق فرص عمل محتاج إن الناس تبقى عندها توعية وتفهم وبص البكرة ومش تبص للنهاردة بس يعني اعتبارك محتاج النهاردة يبقى فيه قيمة مضافة زي ما حدتك قلتي في أمور كتير في مجالاتنا محتاجين إن احنا توميك يوز من مواد الخام بتاعتنا ومن عقولنا البشرية محتاج الإنسان كمان يبص لنفسه ويفكر في نفسه ويفكر في دوره مش بس يدور على شماعة لا لا يضع عليها الظروف والأخطاء ويدور على أسباب خارج يعني وحدة تكوينه أو وحدة ودائرة علاقاته ودائرة تصرفاته ودائرة حياته وهو يعني هتوقف محراتك مرة أخيرة نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا البصط نفسها تحدود يعني قيمة غزائية الأطفال أطفال يعني دول نوات مستقبل مصر فطبعا الغزاء بالنسبة للأطفال مهم مهم جدا 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 يعني فالحمد الله يعني أنا سعيد جدا بفتاح المصنع الفتاحه والسيد الرسيسي ويريت ما فيه برضو مشاريع متكررة الذي نلمسه على مختلف الأصعادة أن مصر تبني البشر كما تبني الحجر بناء مصر للبشر يأتي في النهوض الفكري الاهتمام بصحة المصريين في المشروعات الصحية العملاقة التوسع في بناء المدارس التوسع في دعم العملية الدعوية في المساجد وفي الكنائز عملية توفير مخصصات مالية بالمليارات لميزانية التربع والتعليم والتعليم العالي والتعليم المتوسط دي خطم الخطوات ثم يأتي الاهتمام بصحة التلاميذ البناء المصر تمتاز بأنها من ضمن الدول القليلة في العالم بأن الأغلبية فيها من نسبة الشباب هؤلاء الشباب هم صمرة الحاضر وأمل المستقبل بالتالي عندما تقدم الكائدة السياسية على الاهتمام بصحة تلاميذ المدارس أو بصحة الأطفال بصورة عامة فهذا يعتبر استثمار حقيقي في المستقبل المصر رجعنا مع حضراتكم مرة تانية ولزال معنا ومعكم دكتور لامع موسى الأمين العام لنقابة السيدانة بالدقاهلية ولزال حوارنا عن أهمية توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطن المصري وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن أهلا بك يا دكتور معنا وإحنا بنختم لقاءنا أي أهم النقط والرسائل اللي حضرتك تحب تؤكد عليها وترسلها لكل مواطن مصري ولكل مسؤول على أرض مصري في ظل هذه الظروف تماما والله هو كلنا كمصريين مش أنا بس يعني كلنا في مرحلة شايفينها مرحلة تحدي كبيرة جدا ومصر معتادة على زينك يعني مصر الموضوع ده مش جديد عليها طول عمرها بس إحنا محتاجين دلوقت إن إحنا بنبص المشاكلنا بموضوعية أكتر بنحاول نعالجها جزريا أكتر منها بنعالج أعراضها بنعالج الأسباب المشكلة وده في نفس الوقت وإحنا بنحاول نحد من الزيادة السكانية المضطردة اللي بتحصل وفي نفس الوقت محتاجين نواكب العصر بكل مغرياته وأدواته الجديدة وفي نفس الوقت محتاجين إن إحنا بقى فضع تنافسي لأن مصر النهاردة بلد مركزية بلد مش أي بلد بلد لها وضعها وتاريخها وحاضرها فلازم لما هي بتبقى موضل لناس كتير جدا أو لدول كتير جدا محتاجة إن هي تبقى دايما على قائمة الدول اللي موجودة وده ما بيجيش من فراغ ده بيحط أي حد صانع القرار النهاردة في تحدي وده مش بس قصة النهاردة ما عادتش مسؤولية المدير أو الرئيس أو الرئيس الوزراء ده مسؤولية جماعية لازم الكل يكون عنده الوعي الكافي إن يدل بدله عشان يحصل نوع من التقدم للبلد لإن إحنا النهاردة بلد مش قليلها تمام محتاجة إن كل مواطن مصري يشعر هو كمان إن هو مسؤول عن قراره مسؤول عن تفكيره لأنه هو واحد من المجموعة وبرضو ده دور برضو الناس المثقفة والمتعلمة إن هي في المحيط بتاعها إن هو يكون لها دور توعوي إلى جانب أجهزة الإعلام طبعا تمام عشان ينصح الناس اللي حواليه إذا كان فيه هو مش شايف مصلحة نفسه يعني بس أحيانا أو مش أحيانا في معظم الأحيان قدر الإنسان إنه يمر بدروس فعلية عشان يعي قيمة الدرس سبحان الله يعني أعزو أقول لها ديك حاجة يعني الإنسان من يوم مخلق دائما معرض لابتلائيات صحيح ومش كل الابتلاء بيبقى نعمة صحيح فيه ابتلاء أحيانا بيبقى نقمة بس المهم إيه الدرس اللي أنا خرقت بيه منه صحيح أنا بشكر حالك جدا دكتور لامع موسى الأمين عن نقابات السيدلة بدقها لي شرفتني دكتور وغنى الحلقة جديدة على أرض مصر